مستوىات جديدة في وولستريت أغلقت عندها بالأمس في أول جلساتها في العام الجديد كما سنتابع إغلاقات قوية وأول مستوى قياسي في العام 2022 معظم المؤشرات على ارتفاعات نزدك على ارتفاع بـ 1% و20 نقطة المئوية وـ S&P على ارتفاع بـ 16 النقطة المئوية والـ Dow Jones على ارتفاع يقارب من 17 النقطة المئوية حالة من التفاؤل بدأ بها سوق الأسهم في وولستريت وأغلقت على ارتفاعات قوية انتقلت إلى معظم الأسواق في أسيا كما سنتابع ولكن عوائد السندات مبيعات بدأ العام بمبيعات قوية لعوائد السندات الأمريكية تبعها بارتفاع شديد لعوائد السندات خاصة السندات قصيرة الأجل الرسم البياني هو لعوائد السندات قصيرة الأجل العامين ارتفع بشكل كبير وصل إلى فصلة 8 وهو أعلى مستوى له كما هو واضح منذ مارس العام الماضي كما هو واضح على الرسم البياني وبالتالي هي ارتفاعات قوية تعكس المبيعات السريعة للسندات خلال بداية العام وبالتالي ارتفعت العوائد بشكل كبير أيضا ارتفعت عوائد العشر سنوات والثلاثين عاما خلال بداية العام وهو ما يعكس وجود تحول إلى أدوات استثمارية أخرى من جانب المستثمرين ننتقل إلى الأسيا وبداية التعاملات وارتفاعات قوية في اليابان اليابان تقود الارتفاعات في آسيا عدا هونغ كونغ التي بدت وأنها منخفضة في توبيكس الارتفاعات تقارب الـ 2% ونيكاي أيضا على ارتفاع بـ 1.8% في هونغ سينغ وفي تشينزين على انخفاضات الانخفاضات جاءت بسبب الضغوط وبعض الإغلاقات الجزئية لبعض المناطق في الصين وأيضا المشاكل التي تواجهها خاصة العقارية إيفر جراند اليوم أعلنت بعد الإيقاف عن التداول بالأمس عن انخفاض حجم المبيعات المتعقد عليها خلال 2021 بنحو 39% عن العام الماضي أصرت بشكل كبير جميع الأسهم في القطاع العقاري في حالة من التراجع والتزبزب اليوم ننتقل إلى مؤشر MSI في آسيا الذي بدأ على ارتفاع قوي كما وضحنا اليابان على ارتفاع معظم الأسواق في آسيا على ارتفاعات قد المؤشر لارتفاع يقارب الواحد في المئة اليوم وهو الآن يلامس متوسط أسعار الخمسين يوم وهي بداية جيدة في آسيا التي جاءت أقل من التوقعات وأداءها جاء مخيب للآمال مقارنة بنظائرها في العام الماضي أيضا اليوم ظهرت مبيعات تسلا التي جاءت متفوقة وتفوقت على التوقعات السهم يقفز بـ 13% المبيعات جاءت بـ 318 ألف سيارة خلال الربع الرابع وبإجمال مبيعات للسيارات وإنتاج للسيارات بـ 963 ألف سيارة خلال العام المنقضي 2021 هي زيادة بمعدل 87% انعكس ذلك على السهم السهم الذي خسر خلال الفترة الماضية أكثر من 20% كما هو واضح منذ إعلان المنسك عن مبيعاته لـ 10% في السهم انخفض السهم في بداية نوفمبر حوالي أكثر من 25% دون مستوى 900 دولار ليعود السهم مرة أخرى ليعود الخسائر ويصل إلى قرابة 1200 دولار مرة أخرى وبالتالي السهم يعود ويعود كل الخسائر التي مني بها خلال العام أو نهاية العام الماضي طبعا كما هو واضح اليوم الأسواق تترقب اجتماع أوبيت بلس الأسعار النفط بدأت في الارتفاع مرة أخرى خلال تعاملاتها بالأمس برينت يسجل قرابة 80 دولار عند 79 دولار وأيضا خام تاكساز ارتفع في تعاملاته عند 76 دولار الطلب القوي أكثر بكثير من الزيادة المتوقعة من أوبيت المتوقعة أن تصل الزيادة إلى 400 ألف برميل في مهم ولكن الطلب والتوقع بعودة النشاط الاقتصادي والتفاول حول قلة المخاطر لأوميكرون قادة أسعار نفط لمزيد من الارتفاعات أعود إليك سبب شكرا جزيلا لك محمد طبعا نحن نترقى بهذا الاجتماع لاحقا اليوم سيكون لنا متابعة من خلال برامج الشرق طوال النهار حول هذا الموضوع مثير للاهتمام الارتفاع باليابان صباح اليوم تويوتا على ما يبدو شركة تويوتا هي السهم يسجل الارتفاع بأكثر من 5% هذا الصباح الشركة أعلنت بأنها تنوي أن تطلق نظام تشغيلي خاص بها وبالإمكان أيضا بيع هذا النظام لشركات أخرى بنفس الوقت ما يعني طبعا ريفينيو ستريم جديد للشركة نعم الإفساح الجديد الذي ظهر على تويوتا يانوبل أنها تصدر سوفتوير جديد خاص بقيادة السيارات تلقص بها قاد السهم الارتفاع قوي ولكن الارتفاعات جاءت قوية في معظم القطاعات في اليابان أيضا في تايوان على ارتفاعات قوية معظم الأسواق في أسيا اليوم على ارتفاعات قوية عدى الصينة التي بدت يعني مشاكلها الداخلية تسيطر عليها بشكل كبير لكن المثير للاهتمام فعليا هو تمسك المتعاملين بالمخاطر يعني بعد ما في ابتعاد عن المخاطر وهذا دليل مثل ما شفنا معك قبل شوي الارتفاع بعوائد سندات الخزانة للسنتين عشر سنين وثلاثين سنة كلها تسجل ارتفاعات بعوائدها هي تسجل ارتفاعات ولكن على المقابل الارتفاعات جاءت بسبب مبيعات السندات المبيعات بتسجل تراجع في أسعار السندات وبالتالي بترفع بعوائد السندات فده يعني أن هناك اتجاه لتلك الأموال الاستثمار في أماكن أخرى يعني وإحنا بنشوف تقريبا معظم الأسهم عند قيم مرتفعة حتى تسلا وسعر العاد إليه مرة أخرى حتى بعد المبيعات هو سعر مرتفع جدا للسهم وعند تقييم مرتفع جدا وبالتالي كما أوضحتي أن الاستثمار الآن يحمل مخاطر عليه والمستثمر متقبلين تلك المخاطر المرتفعة الشهية بعد عالية شكرا جزيلا لك محمد عالي شكرا لك